أولا سيدة الرئيسة في تقريري الأول قالت بأن تضامن دينا مع الساكينة دينا الحوز دي كنا متفقين دي وكنا مسان دينا وقالت سيدة الرئيسة في الدفاع جديدها بأن هذا هو إجماع دي جلالة المالي والشعب المغربي وجاميع فرق سياسية ولكن هنا كان شجل أن مجلس مدينة وأن يبغى يقترح تضامن وحنا معاه جملة وتفصيلة ما استنشت هذه السياسة واعتمد على منطق حزبي واقصى المكونات السياسية دي المجلس كاملة بل تحضر في الاجتماع وتعبر لتضامنها مع الساكينة دي الحوز وهنا كان أكد سيدة الرئيسة أنه ليكون عمل لكيهم المغاربة كامل وكيهم الشعب المغربي كامل فجميع مكونات السياسية أقلية وأغلبية فهي من حقها وواجبكم عليكم أنكم تستعيوا الاجتماع اللي كيهن على التضامن للشعب المغربي مع الدفاعات جوج نبغي نأكد بأن نجدول أعمال من 97 نقطة نحن في واحدة وعشرين نقطة الآن كي يبين على تدبير سيء لتحضير الدورات دي المجلس وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر